إلى البارحة حفلاً لتكريم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات النهائية والمسابقات الوطنية على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية في ولاية تيرزومور حضر هذه التظاهرة ممثلون عن السلطات الإدارية والجهوية في المقاطعة وجمع من آباء التلاميذ حيث تم توزيع شاهدات تقديرية مع مبالغ مالية على عدد من مدير المدارس والمعلمين التي سجلت مؤسساتهم أكبر نسبة نجاح هذه السنة في الولاية وفي كلمتها بالمناسبة أكدت عمدة بلدية زورات سيدة ساركبت محمد أن هذه المبادرة جاءت تتويجاً لمسار تعليمي حافل بالعطاء تميز فيه مدارس زورات بتسجيل نتائج مهمة في مختلف المسابقات الوطنية بعد ذلك توالت مداخلات ممثل الإدارة الجهوية لتذيب الوطني والطواقم والتلاميذ قبل أن تشفع الصهرة بسكوتشات هاتفة ترجمة نانسي قنقر